أتلاتيكو الناسونال الكولومبي بلقب كأس ريكوبا سودامريكانا بفوز إيابا على ضيفه شابا كوينسي البرازيلي بأربعة أهداف لهدف متداركا خسارة الذهاب بهدف لاثنين صوب هذه المدينة تحديدا وقعت الكارثة وسجل التاريخ مأساة حين سقطت طائرة تقل لعب فارق شابا كوينسي فارق عدد كبير منهم الحياة غير أن الفارق أسس بنيانه من جديد واقترب من لقب ريكوبا سودامريكانا إلا أن أتلاتيكو ناسيونال حامل لقب كوبا لبيرتادوريس عاد من بعيد وتوج باللقب الفارق الكولومبي لم يمهل شابا كوينسي سوى دقيقتين ليفتتح النتيجة بتصويبة قوية من لعبه دايرو مورينو العزمة كانت قوية لدى الكولومبيين لينجحوا في إضافة ثاني أهداف المباراة عن طريق أندريس إيبارغوين بعد مورور 31 دقيقة وقبل ثوان عن نهاية الشوط الأول كدى شابا كوينسي يقلص الفارق غير أن القائد أليكسيس أبعد الكرة عند خط المرمى المشاكل الدفاعية للفارق البرازيلي كلفته هدفا ثالثا من رأسية مورينو وقبل عشر دقائق عن نهاية الوقت الأصلي أنهى إيبارغوين حلم البرازيليين بالهدف الرابع شابا كوينسي لم يقبل الخروج من اللقاء إلا مسجلا وتمكن من ذلك عن طريق توليو في الدقيقة الثالثة والثمانين وبذلك نجح الناسيونال في قلب تأخر الذهاب واقتلع اللقاء